اشتركوا في القناة احيانا حبت برد الرياح ايضا ستكون قوية نسبيا على سواحل الشرقية والوسطى الشرقية السواحل الغربية ستشهد خلال الصباحة تساقط لبقايا بعض الامطار المحلية ثم سرعان متميل السماء الى الصفاء خلال الظهيرة بايد الله المناطق الداخلية دائما تبقى تشهد اجواء غائمة مرفوقة بتساقط لامطار احيانا تلوج على المرتفعات التي تراوح عنوها بين 600 الى 800 متر الرياح ستكون قوية نسبيا منطقة الاوراة ستشهد زخات من الامطار الرادية في انتدارا تلتحق اليها تلوج خلال الليل بإذن الله اما بمنطقة الواحد اذا ستشهد بعض الصحب العابرة مع اجواء مستقرة من شمال الصحراء الى غاية اقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم ستكون باردة اربع درجات تحت الصفر كادينامي قياس بالبيض والجلفة مقيس ما بين اربع الى ست درجات بسواحل تلت درجات فقط ببشار اربع درجات بجانات وتنتفعيل عشر درجات باقصى الجنوب خلال الظاهرة الغد البرودة تبقى محسوسة على كل المناطق الشمالية بالخصوص المناطق الداخلية اربع الى تسع درجات ستسجل بالهداب العليا والمناطق الداخلية ما بين اتنى عشر الى ستة عشر درجة بسواحل في حدود اربعة عشر درجة من الصورة النحو الواحد عشرون درجة بالصحراء الوسطى وتسعة وعشرون درجة باقصى الجنوب فيما يخص البحر سيكون كثير الاتراب على طول الشريطة الساحلية تبقى مهتدلة احيانا قوية نسبيا قد تصل الى ستين كيلومتر في الساعة بسواحل الشرقية وتتين من غربية الى شمالية غربية تدور الى جنوبية غربية بسواحل الغربية بالنسبة للأيام القليلة المقبلة نستهلها بيوم الجمعة حيث دائما تبقى اجواء مطربة تميز كل المناطق الشمالية مرفوقة بتساقط لزخات من الامطار نحو سواحل الوسطى والشرقية ستكون تحت وقع الرعود تلوج نحو منطقة الاوراس التي يفوق علوها 700 متر اجواء باردة تبقى تميز كافة المناطق الشمالية حتى بشمال الصحراء مع هبوب لرياح قوية نحو منطقة الواحد واجواء مستقرة على اغلى مناطق الجنوب الكبير يوم السبت بادلة زخات من الامطار الرعدية ستشمل سواحل الوسطى والشرقية بعض الامطار نحو سواحل الغربية تلوج نحو المرتفعات الوسطى وكذلك الشرقية احيانا تكون تحت وقع الرعود نحو منطقة الاوراس الامطار ايضا ستشمل محليا مناطق شمال الصحراء والصورة ورياح قوية نسبيا نحو منطقة الواحد في انتظار ان تلتحق اليها الامطار بحول الله تدريجيا بالنسبة ليوم الاحد تبقى دائما بعد الامطار تشمل شمال الصحراء كذلك منطقة السورة ودائما نفس الوضعية الجوية نحو المناطق الشمالية مع انخفاض مستوى التلوج على القمم الوسطى والشرقية التي ترحلوها بين 600 الى 800 متر بالنسبة لوقت شروق الشمس بحطة الغد على موسى والعاصمة سيكون في حدود الساعة السابعة صباحا و58 دقيقة والغروب على الخامسة مثلا و58 دقيقة مشاهدين اشكركم على حسن المتابعة الحيطة والحذر لكل الاخوة السائقين